تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف من زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية والعديد من ممثلي الجهات المعنية بحقوق الإنسان أطلقت الوزارة فعاليات ملتقى حقوق الإنسان تحت شعار جهود وحماية انطلقت فعاليات ملتقى حقوق الإنسان والذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقيادات العامة للشرطة بالدولة ركزنا على المنجزات حقوق الإنسان في الخارج وركزنا أيضا على دور دولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان لدى المنظمة الدولية والإقليمية والمتخصصة ولدى الوكالات المعنية بحقوق الإنسان وركزنا على تقرير دوري الشامل دولة الإمارات في مجهزاتها في حقوق الإنسان وهدف الملتقى إلى إبراز جهود وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية في هذا المجال على مستوى الدولة المفرح أن شرطة دولة الإمارات تطبق استراتيجي دولة الإمارات ورأى حكومة دولة الإمارات لاهتمام الأول والأخير بالإنسان وتخلل ملتقى حقوق الإنسان طرح أفكار ومبادرات تسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان فيما تم على هامشه تكريم ممثلي الجهات الحكومية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان وذلك تثمين لجهودهم المفذولة في هذا المجال يجب أن نعلم رجل الأمن كيف يكون مقدما للخدمة العامة على أكمل وجه وأن يكون يقدمها بنفس وهو شاعر بأنه في خدمة المجتمع وليس متسلطا عليهم فنحن شعارنا أن نكون في الإمارات قوة شرطة قوية لكن لا سلطوية قوية على المجرم وليس على الإنسان العادي هذا وصاحب ملتقى حقوق الإنسان معرض تم خلاله عرض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان يأتي هذا الملتقى لإيجاد حلول وأفكار وخطط مدروسة تساعد على حماية الإنسان وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال على المستوى العالمي والمحلي لأخبار الدار سعود الكتبي